بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله في هذه المحاضرة سوف نقدم تحويلات فورير هنتعلم بعض المعلومات الأساسية حول تحويلات فورير وكذلك هنخذ بعض الأمثلة على تحويلات فورير طبعاً لما نريد نحول دالة أو نستخدم تحويل فورير في الحقيقة لابد منشروط على الدالة F of X يعني الدالة الذي نريد أن نوجد لها تحويل فورير لابد تكون متصلة وناعمة مقطعياً أو بسواء سموث وأبسوليوتلين تلقابل قابل للتكامل بشكل مطلق في هذه الحالة نستطيع أن نقول تحويل فورير للدالة F يعطى بالشكل الذي أمامنا هذا التحويل طبعاً بالإمكان طبعاً الألفا هنا متغير التحويل بالتالي بالإمكان نحن نكتب F capital of alpha بهذا الشكل نرمز للتحويل أو نقول فورير للدالة F of T طيب التحويل العكسي طبعاً التحويل فورير حنقولنا من فضاء إلى فضاء آخر في هذا الفضاء الآخر نستطيع أن نتعامل مع الدالة أو نستطيع أن نحل المعادلة التفاضلية سواء العادية أو الجزئية فالعادية ستتحول إلى قبرية والجزئية ستتحول إلى عادية وهكذا بعد كده نرقع إلى الفضاء الأساسي أو الفضاء الأول الذي انطلقنا منه باستخدام تحويل فورير العكسي يعني حروح أقيد حروح قائب فورير حروح قائب فورير اللي حسبتها هذه فورير هذه الدالة F أنا حروح كاتبة هنا بعد كده أحسب هذا التكامل طيب هذا التحويل الذي أمامنا يسمى بتحويل فورير العكسي طيب خواص تحويلات فورير زي ما درسنا خواص تحويلات لا بلاس أهم خاصية في البدال هي خاصية الخطية أو تحويل فورير خطي ونستطيع أن نثبته بشكل بسيط جدا جدا هذا الشرط يعني إحنا نريد أن نثبته بالضبط هذا الشرط اللي أمامكم إذا تحقق هذا الشرط نقول على فورير أنه تحويل خطي في استخدام التعريف مباشرة أرح كاتب هنا تعريف تحويل فورير وبعد كنت نروح نوزع التكامل التكامل عندي خطي وبالتالي أستطيع أوزع التكامل والقيم الموجودة داخل الدائرة الحمراء أو المنحنة المغلق ما في الحقيقة إلا فورير للدالة F وفورير للدالة G ومن ثم تحويل فورير خطي برضو في عندي خاصية هامة جدا خاصية الإزاحة لاحظنا باستخدام خاصية الإزاحة سهلت لنا عمليات كثيرة في تحويلات لا بلاس برضو في تحويلة فورير عندي خاصية الإزاحة طبعا لو الدالة F نحن عارفين تحويل فورير لها بالتالي أستطيع أحسب التحويل الذي أمامي أحبقى تحويل فورير لدالة F في الدالة الأسية ونروح أجيبه C من هذا القزل البرهان برضو حنستخدم التعريف وندخل بعض التعويضات ونحصل على المطلوب استخدمنا مباشرة تحويل فورير بعد ذلك فرضنا T-C بإكزاي وطبعا حدو التكامل مش هتتغير خالص طبعا هنا الدالة الأسية حوزعها الحد الذي ليس له علاقة بالتكامل نخرجه خارج التكامل وبالتالي نحصل على المطلوب يعني الجزء الذي داخل الملحلة المغلق ما هو إلا فورير للدالة F طب بعد كالسكيلينج يعني لو عندي فورير للدالة F ما هو فورير للدالة F أوف C-T يعني التى مضروبة في C أو هذا ناتجة واحد على مقياه C في فورير أوف ألفا أوفر سين برضو باستخدام التعريف وحفرض بالتعويضة C-T بإكزاي وبعد كده إيه أحسب دي إكزاي ونبسط التكامل لحد ما يصبح بهذا الشكل وبالتالي نحصل على المطلوب طبعا المشتقات مهمة جدا لأن في الحقيقة هي هدفنا من المحاضرة كيف نستطيع أن نستخدم تحويلة فورير لحل معادلة تفاضلية فلابد أعرف تحويل فورير للمشتقة الأولى والمشتقة الثانية وهكذا وبشكل عام طيب من أجل أحسب فورير المشتقة الأولى لابد تكون عنديها الدالة F متصلة ناعمة مقطعيا الدالة F عندك تيب بمقب مالنها وسالب مالنها الدالة بصفر تقول إلى الصفر وبرضو عندي شرط لو كانت الدالة ومشتقتها قابلة للتكامل مطرقا فإن فورير للمشتقة الأولى حتبقى بهذا الشكل وبشكل عام من الرتبة إن حتبقى بهذا الشكل طيب في الحقيقة الإثباتات هي بسيطة جدا باستخدام معظم الإثباتات أو البراهين التي قدمناها هي باستخدام التعريف مباشرة طيب حاخذ N هنا بواحد طبعا نحن نكامل بالتكزي كما تعلمنا في طريقة التكامل بالتكزي نفرض الدالة DV بالدالة سهلة تتكامل طبعا ما نفعش أحط V' لأنه حتزداد الرتبة المشتقة وطرف الناحية هذه حكامل وهنا حشتقل وبعد كده نستخدم الأسلوب الذي درسنا فيه التكامل بالتكزي أحضرب هذا في هذا وحدود التكامل من سالب إلى ما ننهى وأضرب هذا في هذا ناقص وأروح أكامل طبعا أحاول لو حصلت شكل التحويل خلاص لأنه مش أكامل لأنه عندي الدالة F ليست معلوبة هنا بحيث أستطيع أكامل هذا التكامل في الحقيقة حيبقى بصفر لأنه نحن قلنا الدالة F حتقول إلى حتقول إلى الآي حتقول إلى الصفر عندما أتيب ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية والدالة الأسية هنا الدالة محدودة وإحنا عندنا نظرية درسناها زمانة في النهايات لو عندي دالة محدودة والدالة نهايتها بصفر فالناتج النهاية بالآي بالصفر وبالتالي نحصل على المطلوب طبعا في حالة المشتقات من الرتبة الثانية وكامل بتجزئ مرتين وهكذا طيب مرة أخرى طب نأخذ مثال بسيط طبعا لدينا أمثلة كثيرة في الحقيقة لتحويلات فرير للدوال الأساسية أول تحويل لو عندي الدالة الأسية بالشكل الذي أمامنا طبعا ما دم في عندي هنا مقياس لما نفكر المقياس سيكون مرة بسالب ومرة موقع يعني بحسب X لو كان X أقل من الصف نضرب المقدار في سالب وبالتالي يعطيني هذا المقدار ولو X بموقع سأخرج الدالة كما هي ونروح مكاملين طبعا ما في مشكلة لو كتبنا هنا X هنا X ما في مشكلة هنا كتبنا T يعني الإقابة صحيحة الأفضل كنا نكتب X ما في مشكلة أو T الإقابات كلها صحيحة وروح أكامل تكاملات عادي جدا تكاملات دواء الأسية لكن في الحقيقة التكامل حبقا مجزة إلى جزئين يعني التكامل هنا قسمته إلى جزئين من سالب مالا إلى صفر زائد من صفر إلى نهاية ونكامل تكامل دالة أسية عادية جدا لكن ننتبه أثناء لأن التكاملات اللي معاه معتلة أثناء الحدود عند مالا نهاية وسالب مالا نهاية القيمة هذه تقول إلى الصفر لأنه كما قلنا قبل قليل حيكون في عندي دالة تقول الصفر ودالة محدودة طبعا هنا حنستخدم مهاراتنا في الأعداد المركبة حروح أضرب هنا في المرافق في المرافق أو في المرافق وهنا في المرافق ونبدأ نبسط العمليات وبالتالي نحصل على المطلوب يعني هنا حنستخدم مهاراتنا في الأعداد المركبة طيب كما قلت قليل هدف محاضرتنا في الحقيقة هو حساب استخدام تحويلات فورير في حل المعادلة التفاضلية الجزئية طيب هنا عندي معادلة لدينا معادلة لابلاس طبعا مسألة لابلاس عندي هنا هذه المعادلة طبعا هنا كل ديرشليت لأنه عندي الشرط على الحل نفسه كما هي أمامنا ويوم حدودة عندما وي تقول إلى مالا نهاية طبعا عندي الواي هنا أكبر من الصف والمشتقة الأولى والثانية بالنسبة لأكس تقول للصف طيب حستخدم فورير حاخذ فورير للطرفين عادية جدا حنفرض فورير لي اليوب يوف ألفا وواي طبعا الفورير حيكون في اتقاه اكس وبالتالي حستخدم الصيغة العامة اللي قلنا قبل قليل هنا المشتقة من الرتبة الثانية حروح حاطط أوضع هنا أضع إن هنا بإثنين وبالتالي فوري لمشتقة ثانية بسالب ألفا تربيع يو أوف ألفا وواي بالنسبة لواي ما في تغيير وبالتالي أهو المعادلة تحولت لإيه؟ إلى معادلة تفاضلية عادية من الرتبة الثانية ومتقانسة نستطيع نحلها بنفس الأساليب التي درسناها في السابق وذلك باستخدام المعادلة المساعدة حربدل المشتقة بأم تربيع هنا حيبقى أم أوس زيرو يعني ثابت ألفا تربيع ونوقد هنا القذور وبالتالي حيكون في عندي قذرين حقيقيين مختلفين لكن في الحقيقة هنا يجب أن ننتبه ألفا بحددناها قد تكون أكبر من الصف قد تكون أقل من الصف وبالتالي حنأخذ من قياس ألفا في حالة ألفا أكبر من الصف لأنه أنا عندي الحل محدود لابد أضع ألفا بصف لأنه حتبقى هنا الإشكالية لو ألفا أكبر من الصف حيبقى الحد ذا اللي يعمل لي مشكلة حيبقى الحل غير محدود وبالتالي لابد أضع ألفا بصف هذا الحد ما يفي مشكلة طب لو ألفا أقل من الصف هذا الحد اللي حيعمل لي مشكلة وبالتالي لابد أن نضع البي اوف الفا بي صفر وهكذا وبالتالي نستطيع نكتب الحل بهذا الشكل نأخذ البقياس وبعدين بحسب قيمة الحسب قيمة الالفا طيب بالتالي احنا خلاص انتهينا الآن من تحويل فورير الشغل في فضاء فورير الآن نعود إلى فضاءنا الأول وذلك بأخذ الامفيرس لكن قبل ذلك خلونا نحول دعونا نحول برضو الانيشيل فاليوم يعني هنخذ فورير للقيمة الابتدائية هتبقى بهذا الشكل داخل التعريف بالإمكان نرمز لها بيو الفا وزيرو أو نطلق على اف اوف الفا ما فيش مشكلة طيب إذن الانيشيل فاليوم القيمة الابتدائية هتكون بهذا الشكل دي أمام أضع هذه القيمة هنا طبعا الحد هذا ممكن أضعه داخل التكامل أو خارج التكامل ما فيش مشكلة لأنه ليس له علاقة بالتكامل طيب بعد كذا خلاص إحنا حسبنا تحويل فورير الآن نريد نعود للفضاء الأول يعني اليو اللي حيرجعني إلى حل المسألة الأصلية يعني أنا أستخدم تحويل فورير لتبسيط المسألة حول المعادلة من معادلة جزئية إلى معادلة عادية وبالتالي أوقدنا الحل المعادلة العادية الآن أريد أرجع لي مسألة الأصلية والتي في الحقيقة هي حل المعادلة التفاضلية الجزئية فأنا ححط اليو أف ألفا وواي داخل هذا التكامل لكن لابد إيه حغير كل إكس بإكزاين ولا حيتلاشة مع هذا الحد إذن حيبقى عندي أهو عندي عندي هنا هذا يو أف ألفا وواي وبالإمكان إيه بالإمكان نحاول نكامل أحد التكاملات بالإمكان نكامل بالنسبة للألفا طبعا ما نستطيعش نكامل بالنسبة للإكزاين لأنه عندي الدالة إثنا لسه ليست معلومة في الحقيقة هذا التكامل الدالة أسية أنا كتبته في بعض قليل موجود تكامل الدالة أسية حيعطي لي هذا الناتج 2Y على إكزاين نقس أكس كل تربيع زي وتربيع وبالتالي أصبح الحل بهذا الشكل طبعا لو الألقيمة الابتدائية معطاة نستطيع نحصل على هذا التكامل طبعا هذا التكامل موجود في الأسفل موجود في الأسفل طيب هنعيد نفس المسألة لكن لو كانت إيه لو كانت مسألة نيومان لو كانت مسألة نيومان طبعا مسألة نيومان سيكون الشرط على المشتقة طيب إذن نحنا في البداية لابد نحول مسألة نيومان إلى ديرشيلت يعني بالإمكان نعيد كل الخطوات السابقة لكن نستطيع نختصر على أنفسنا الوقت وذلك بتحويل مسألة نيومان إلى مسألة ديرشيلت حندخل المتغير جديد نسميه V وهذا V هو عبارة عن U with respect to Y المشتقة U بالنسبة al Y طبعا لما أريد أرجع للمتغير الأصل حقي U حكامل الطرفين طبعا عندي ال Y أكبر من الصف حيث نحق التكامل من A إلى Y طيب وبالتالي أروح كاتب المعادلة القديدة باستخدام المتغير الجديد V أو أروح أشيل V وحط هنا U Y وهنا U Y طبعا أستطيع أخذ أخذ برشا with respect to Y في الخارج وهذه القيمة بصف وبالتالي أصبحت لدي المعادلة بهذا الشكل طيب برضو الشرط الجديد الشرط الجديد يساوي G of X V X و 0 يساوي U Y X و 0 يساوي G يعني أصبحت الآن لدي مسألة جديدة التي هي مسألة Directionate وبالتالي ستكون نفس الحل السابق فقط ستبدل F G of X طبعا لما أريد أعود لحل المسألة الأصلية سأذه أكامل أكامل أحصل على U يعني سأضع V هنا سأضع V في هذا المكان وبالإمكان في الحقيقة بالإمكان نكامل بالنسبة ETA نستطيع هنا نكامل بالنسبة للإيتا والتكامل بسيط جدا عندي هنا البسط مشتاق المقام حيث يكون ناتق التكامل لن المقام ونعوض بحدود التكامل ونستخدم خواص اللغارات أستطيع أكتب المقدار بهذا الشهر طبعا لو كانت G of X معلومة الشرط معلوم كنا ستطعنا نوقد الحل طبعا هذا الجزء الزائد هو عبارة على التكامل السابق وتكامل بسيط جدا نستطيع جميعا نقري هذا التكامل أو تعويذات مباشرة حكتفي بهذا القدر وشكرا لكم جميعا على حسن الاستماع وإلى اللقاء في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا